أهلاً وسهلاً بكم في المختصر المفيد في الفيديو ده نتكلم عن الغدتان القذريتان واللي اسمعهم أدرينا الجيلاندس واللي بيكونوا موجودين فوق الكليتين وبالتالي بيطلق عليهم اسم الغدتان فوق الكلوية أو صبر أدرينا الجيلاندس والغدتان القذريتان بيكونوا معرفين باسم غدتي الانفعال كل غدة قذرية بتكون موجودة فوق إحدى الكليتين بتتكون كل غدة منهم من جزئين مختلفين من الناحية التشريحية والناحية الفيسيولوجية الجزء الخارجي بيطلق علي اسم الكشرة أو كورتيكس والجزء الداخلي معروف باسم النخاع أو المضامة هيرمونات الكشرة اللي بيحفز إفرازها هو هيرمون اسمه ACTH أدرينا كورتيكوتروبك هيرمون وده هيرمون بيتم إفرازه من الفص الأمامي للغدة النخامية دوله إنه بيحفز كشرة الغدة الكذرية على إفراز هيرموناتها إنما اللي بيحفز نخاع الغدة الكذرية هو الجهاز العصب السمساوي بيحفزها بشكل لا إراضي في حالات الطور وبالتالي بتختلف الهيرمونات اللي بتفرزها الكشرة عن الهيرمونات اللي بيفرزها النخاع أول حاجة هيرمونات الكشرة كشرة الغدة الكذرية بتفرز العديد من الهيرمونات بتكون معروفة باسم مجموعة الاسترويدات واللي بيتم تقسمها لثلاث مجموعات المجموعة الأولى بتكون معروفة باسم مجموعة الهيرمونات السكرية والمجموعة الثانية بتكون معروفة باسم مجموعة الهيرمونات المعدنية والمجموعة الثالثة بتكون معروفة باسم مجموعة الهيرمونات الجنسية مجموعة الهرمونات السكرية بتشمل كل من هرمون الكورتيزون وهرمون الكورتيكوستيرون ووظيفتهم هو تنظيم أيض المواد الكربائدراطية في الجسم والكربائدراط بيشمل كل من السكريات والنشويات وبالتالي الهرمونات السكرية بتزود نسبة السكر في الدم وكمان من المعروف أن هرمون الكورتيزون بيكون ليه وظيف عديدة داخل الجسم البشري غير أنه بيعمل على تنظيم أيض المواد الكربوهيدراطية في الجسم وإنتاج الجلوكوز منها الكورتزون برضو بيعمل على تحفيز إنتاج الجلوكوز من مواد غير كربوهيدراطية من خلال أنه بيحلل البروتنات والدهون وبعد كده بيحول نواتج عملية التحلل ده إلى جلوكوز ده غير أن هيرمون الكورتزون بيكون لتأثير مضادر للتهاب ومصبت لجهاز المناعة نجي بعد كده لمجموعة الهيرمونات المعدنية واللي بيكون منها هيرمون الألدسترون وهيرمون الألدسترون بيشتغل على الكليتين وبيكون ليه دور هام في الحفاظ على توازن المعدن في الجسم لأنه بيساعد على إعادة امتصاص الأملاع زي مثلاً امتصاص السوديوم والتخلص من البوتاسيوم وبالتالي دوره هو أنه بيعلي نسبة السوديوم في الدم وبيقل نسبة السوديوم في البول وعلى العكس في البوتاسيوم بيقل نسبة البوتاسيوم في الدم وبيعليها في البول وبالتالي بناستنتج أنه في حالة زيادة إفراز هيرمون الألدسترون بيرتفع مستوى السوديوم في الدم وبيقل مستوى البوتاسيوم والعكس بيحصل في البول عند زيادة إفراز هيرمون الألدسترون بيزداد مستوى البوتاسيوم في البول وبيقل مستوى السوديوم في البول نيجي بعد كده للمجموعة الثالثة من هرمونات الكشرة وهي مجموعة الهرمونات الجنسية والمعروفة باسم الأندروجينات ودي هرمونات بيكون لها مشاط مشابه للهرمونات الزكريا اللي هي التستسترون والهرمونات الإنسوية اللي هي الاستروجين والبرجسترون اللي بيتم إفرازها من الغدد الجنسية المتخصصة ولو حصل خلل ما بين توازن الهرمونات دي والهرمونات الجنسية اللي بيتم إفرازها من الغدد المتخصصة بيحصل شوية مشاكل في الشخص زي مثلا ظهور صفات وعوارد الزكورة في الإنس البالغة وظهور صفات وعوارد الإنوسة في الزكور البالغية وبيحصل دمور في الغدد الجنسية في كلا الجنسين نيجي بعد كده لهرمونات نخاع الغدد الكذرية وقلنا اللي بيحفز الغدد الكذرية على إفراز هرموناتها هو الجهاز العصبي السمبساوي في حالات الطوارئ زي مثلا التوتر والانفعال والخوف والغروب وهرمونات النخاع بتشبه كلا من الأدرينالين والمعروف باسم الإبينفرن والهرمون التاني وهو هرمون النور أدرينالين والمعروف باسم نور إبينفرن والاتنين معروفين باسم هرموني النجدة والطوارئ والهرمونين دول بيكون لهم دور حيوي في حالة الطوارئ بهيس إنهم بيساعدوا على زيادة نسبة السكر في الدم عن طريق تحلل الجليكوجين المخزن في الكبد والعضلات ويحولوه إلى جلوكوز وبيكون متخصصين أكتر مع الجليكوجين اللي بيتم تخزينه في العضلات وكمان بيساعدوا على زيادة قوة وسرعة إنكباد القلب وكمان بيزودوا من ضغط الدم وطبعا في حالات الطوارئ الجسم بيكون محتاج لكمية طاقة أكبر علشان تكفي الطاقة اللي بتحتاجها العضلات اللازمة للإنكباد وبرضو الجسم بيستعلك كمية كبيرة من الأكسوجين فاللي بيحصل هو إن المخ أول ما بيحس بالخطر الجهاز العصبي السمساوي بيبدأ إنه ينبه نخاع الغدد القذرية على إفراز هرموناتها وهم الأدرينالين والنور أدرينالين واللي قلنا عليهم هرموناي النجدة والطوارئ نخاع الغدد القذرية بيفرز هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين استجابة لحالة الطوارئ فاللي بيحصل بعد كده هو إنه قوة وسرعة إنكباد القلب بتزيد والجلايكوجين المتخزن في الكبد والعضلات بيتحلل ويتحول إلى جلوكوز ويصل إلى مجرى الدم وبعد كده ضغط الدم داخل أوعاية دموية بيرتفع وبيرتفع نسبة الجلوكوز في الدم اشتركوا في القناة